اعرف تفاصيل تطبيق الموعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات التجارية احذروا عقوبات على المخالفين وزارة التنمية المحلية أعلنت عن بدء تطبيق الموعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمولاد التجارية والكافهات والورش والأعمال الحرفية والمقرر له غدا الجمعة الموافق 29 سبتمبر الجاري وزارة التنمية المحلية قالت في بيان رسمي لها ان عقوبة مخالفة الموعيد الشتوية تبدأ بانذار كتابي لكل من يخالف القرار ويتم متابعته لمدة 15 يوم وفي حال تقرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابي من المركز التكنولوجي للترخيص وفي حال مخالفة الموعيد مقررة للفتح والغلق يتم إلجاء الترخيص وأكدت أنه تم خلال الأيام الماضية عمل حملة توعوية لإصحاب المحال والمقاهي والمولات بموعد بدء تطبيق الموعيد الشتوية وتحذرهم من مخالفة الموعيد حيث سيتعرضون للعقوبات المقررة بالنسبة للعقوبات المقررة بالنسبة للموعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية تعالوا نقول لكم أكتر التفاصيل أولا فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميا من الساعة 7 صباحا وتغلق الساعة 10 مساء ثانيا يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الأجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء ثالثا فتح المطاعم والكافهات والبزارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 12 بعد منتصف الليل رابعا استمرار خدمة تيكاوي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافهات على مدار 24 ساعة خامسا فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا من الساعة 8 صباحا وتغلق الساعة 6 مساء سادسا استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين سابعا تستثنى من الموعيد محال البقالة والصوبر مركت والمخابز والأفران سامنا مراعاة موعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواء الجملة والصيدليات تاسعا يجوز تعديل موعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناء على اقتراح المحافظ وبكده تكون انتهت نشرتنا الإخبارية شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة